أقول المفكر الفرنسي لامارتين محمد هو النبي الفيلسوف الخطيب المشرع المحارب قاهر الأهواء وبالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ أما الأديب الإنجليزي شهير برنارد شو فيقول إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد هذا النبي الذي لو تولى أمر العالم اليوم لأفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرن البشر إليها أما مايكل هارد فيقول إن اختيار محمدا ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء لكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي الزعيم الهندي المهاتماغاندي الذي يقول بعد انتهاء من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول محمد وجدت نفسي بحاجة للتعرف أكثر على حياته العظيمة إنه يملك بلا منازع قلوب ملايين البشر أما الكاتب الإنجليزي توماس كارلايل فيقول إني لأحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع إنه يخاطب بقوله الحر المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم يرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه الحياة الدنيا والحياة الآخرة أما الأديب البريطاني جورج ويلز فيرى في محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من أقام دولة للعدل والتسامح أما الباحث الإنجليزي لايتنرز فيقول إني لأجهر برجائي بمجيء اليوم الذي يحترم فيه النصارى المسيح عليه السلام احتراما عظيما باحترامهم محمدا ولا ريب في أن المسيحي المعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبالحق الذي جاء به هو المسيحي الصادق ويرى الأديب الروسي شهير تولستوي أن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ويقول المستشرق ميشون إن الإسلام الذي أمر بالجهاد قد تسامح مع أتباع الأديان الأخرى وبفضل تعاليم محمد لم يمس عمر بن الخطاب المسيحيين بسوء حين فتح القدس ويقول المؤرخ الفرنسي وإنك لعلى خلق عظيم